هو حسن بالمر أن يستشعر عظمة ربه وأن يفيع إلى خالقه وأن يتدارك نفسه قبل الموت والله عز وجل يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ويقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وفي الحديث لو علم الناس عظمة رحمة الله لما يأسوا منها والله جل وعلا يقول كتب ربكم على نفسه الرحمة ويقول ورحمتي وسعت كل شيء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم في فلاه حتى إذا كان بظهر الفلاة ظلت عنه راحلته فلما أيس منها مكث ينتظر الموت فبينما هو كذلك إذ أصابته غفوة فأفاقف إذا براحلته عند رأسه فأخطأ من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك فالله عز وجل أعظم فرحا بتوبة عبده من هذا الذي ظلت ناقته وراحلته في الفلاة فقول عليه الصلاة والسلام كل أمة معافة إلا المجاهرين المعنى أن من جاهر بالمعصية يا ذن بالله لا يدخل تحت أن يغفر الله عز وجل له قد يغفر عبد ذنبه وإن لم يتوب تكرما عليه لكن من جاهر يا ذن بالله بهذا قد لا يدخل في هذا أنت الآن جمعت بين سيئتين سيئت الذنب وسيئت المجاهر به لكن كل من الذنب وكل من المجاهر يدخل تحت باب التوبة فباب التوبة لك ولأمثالك مشرع مفتوح لا يمكن لأحد يعلم من العلم مثقال ذر أن يتجرأ ويسده لكن أوصيك بأمور أعظمها كثرة النوافل صلاة الليل يقابلها شيء آخر مسدًا للغير إن كانت والدتك ما تزال حية فبرها فإن بر الوالدة يحط الذنوب حتى جاء رجل إلى ابن عباس صدي الله تعالى عنهما فقال له يا ابن عمي رسول الله إنني خطبت امرأة فأبت أي رفضتني كزوج ثم خطبها غيري فقبلته قال فحنقت علي فقتلتها فهل لي من توبة فقال له ابن عباس يا ابن أخي أمك حية قال لا قال يا ابن أخي أكثر من التوبة والاستغفار ثم إنه خرج ابن عباس من مجلسه الذي أفت فيه بهذه الفتوى تبعه أحد تلاميذ يقال له عطاء فقال له يا ابن عمي رسول الله إنني رأيتك سألت الرجل سألت الرجل عن أمه قال نعم ثم قال ابن عباس وهو الذي شهدنا بالعلم والفقه في الدين ودعا له بحسن التأويل وهو في مكانته رضي الله عنه وارضاه قال والله لا أعلم عملا أحب إلى الله من بر الوالدة إذا كانت الوالدة حية فبرها برا عظيما لا تنتظر أن تطلب منك والدتك الأمر إنما خذ طلبها من عينيها بمعنى أنك كلما غلب على ظنك أنها تريد شيئا قبل أن تفصع عنه أن توخاه وأتي به وأرضها مثل هذا أيها المبارك يحط الذنوب حتى عليك بكثرة الاستغفار كثرة الصلوات وأعلم أن رحمة الله وسعت كل شيء حتى ولو كنت من قبل مجاهرا بالمأسية وما أجمل أن يعود الإنسان إلى ربه وأن يفي إلى خالقه وأن يؤوب إلى علام الغيوب وأن يعلم أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله عز وجل إلا إليه فباب التوبة لك ولأمذالك مشرأ مفتوح لا يمكن لأحد يعلم من العلم مثقال ذر أن يتجرأ ويسده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر